السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نرى التقليد في قناة قصة السنين أهلا وسهلا بكم يا أرواح وأجمل فراشات في هذا الدنيا قبل أن نبدأ القصة التعليم لا تنسوا صلاة والسلام على خير للمرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ القصة التعليم وتقول شي ما بعد ما رحنا للمحكمة وقنا نستنى في وليد يعني طويل بثاف وصلت عدلتنا شوية عدلتنا وخرج واحد ملقا عادت باسمها و باسمي نظرته جهتوا للباب ما كاشو ما زال ما ماجيش هو في هذا الوقت ولا قال هون بابا ما زال ما ماجيش هذا قرد لو قالوا عشرة قايق ما يجيش شفوتوا ليورهم وراح تخل ولا هستيفون بابا وعيط له ما هزش على له بقي حيط ويهاود وهالومي هزش على ولا هزش على ولا عيط الشيخي هزا عليه قالوا وليدك وينو نستنى فيه ما جاش وينو واني عايت له ملقيتوه خلاص عايت له يجي خلين فضواذا في الصوب يعني ليش راه يخلي فينا هذا احنا قاعدين في المحكمة نسمع فيه قالوا ما نعرف له هذا كوالي قالوا راه يقول ما نطلقش غير جحل الدرسة وعاودوا وتفاهموا خير بابا طارت له خلاص قالوا ويش هزا تمس خيرت تاعكم اهدر معاه يجير انا نلعب وقيلة وبقى شيخي هكا يجير في الهادرة طول بعرض وطول معا بابا وبابا تلاس قواويه بالهادرة بابا يعيطوا وهذا نسمع فيه يغلي وحده وحده جاء عندنا وضني يقول يا الله قلت له وشكين بابا قال لي نوضي نوضي الله يلعن النهار اللي عتبنا بابهم هذك وقبل ما الناس بهم يلعن النهار اللي شفتهم فيه من شفنا خلاقتهم ما طلع علينا الربح كان يغلي عيني اخلاص احنا يترقهم الزعاف وليت انا خلصت اخلاص وقطعت الحس هذك ما نعرفوش حسيت صحة ذا وين رجعت لي الروح افرحت فيه داخلي في النهاية هذا الحبيب اللي حلمت بيه ايه مشهور وميهون شهلية في رحمة كل شي تهدم نوضت معاه ورجعنا للدار غيرت خلنا عند الباب جاة تجري ماما ملكوزينة تمسح في يديهاكا قال تعالها رجعتو اسكت انا قالها قت له وقول وش كاين قالها راه يقول ما نطلقش قت له وخه علاه ما يطلقش هذا اسكت هو وقعها قت له وقول علاه ما يطلقش نروح ما نقدمي لنظ لك انتي ثاني اروح ما تزاديش انتي همك عليها بقى تلحهاكا عليها تدردم هكا واحدها فوق راسه ولا هم يطلقش وعليش ياخي متفاهمين ماشي غرضو يكا طلقها ورما كلمتو عليها وبقى تعقابوها هكا هكا اكم تعرفو انسا وتلوم عليها مرة تقول له نروح ما نطلقش ونروح نحوس عليه ونجيبه وانا نقول له طلق بالصيف والله كيف كيف حسين ازلت ونبقت هي هكذا ومسكتش حتى تلطق بابا وتلاصقوا في بعضهم اضعتهم ونذهبت إلى الجوامبرة نحو 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 نصونا التليفون قلت له ايك طلقتني ملا ما عنده مدخلك فيها حير بروحك وبحيادك اللي تسهار معاهم في الفجر بتحوز شهلية انا قل لي والله والله يا شي ما ومطحيش في يدي اصبري برك واش ندير لك ياخر جعتي مفصلة روحك بالسروة لك والوجوه هذك مطلية وجاية تطلقي اصبري برك ان نرجعك عندي وشوفي واش ندير فيك غلطة تكثرو بزيف بزيف وتخلصهم كل واحدة بحقها قلت له طلقتني اما لا كعت منيش عايش بيتك عليها ما جيتش اليوم وقضيتها وتهنينا انا وياك بالصحة قال لي حاسبة راح نفكك مني هكا نخليك تروحي دينك تكذب هذي السولة قلت له بصحة انت طلقتني وليد قال لي باطل ميجوز قلت له لا باطل قال لي خلينا المهم لاشي يجاي نرجعك وهذه المرة غير يوي لك نسمعك تقولي حرف خاطئ وتشوف كيف ندير فيك قلت له ما نرجعش قال لي نجي نديك وتبلعي وتهزي روحك وتجي معي هكذا فاهمة والله لا لا قلت له انا قلت لك ما نش حابة نرجع قال لي شي ما هذه المرة اغلطة في كلمة وكل ما نضربكش قدامهم ونكسر لك سواب على رجلك ونسلخ لك جلدك كامل منيش راجل قالها بنبرت خوفك وواحد صبروه ومخلصني ها ايه قال لي اسمعتي والله لا لا اسكتنا قال لي راني نهدر معا قلت له ايه وكوبيتها كا سمعت الحس في الكولور قلت له بابا يقول الماما عاود عيط للشيخ والعشية هم جايين يرجعوها قلت له وين يرجعها يكطلقها قالها سقسو الشيخ وقالهم ما يجو سطلاقهم باطل ما لا قلهم احنا ما يرجعوش مكلا يجو قالها خلي يجو من بعدها قلت له اذا مش يلعب ذراري طلقها قلو طلقها ويروح كل دقيقة براي قالها خلي يجو من بعدها سهل قتلوا عليها سهل ما سهل مولو قال هم يجو مولو قالها نروحوا الاطلاق ديريكتا بلك نلقاولها حل خلي يجو ساعة تفاهموا معاهم بلك نشرطونهم يقسم على دارهم ويبعدها على والدي ووجدين احنا الاطلاق احنا بابا بدل رايو خلاص وما حبش يطلقني اصلا مني وصلنا للمحكم مصبح حسيتو تنوى خلاص منطلاقي وحقوا بنتو صغيرة وما حقش خلاص وما حقش للعشرين يقولوا عليها مطلقة ثقلت على قلبه ومقدر العيش هذه وحس اطلقت صح باللي صعيب عاود عاية والد البابا هدر معاه وتفاهموا العشية يجو وبابا جاسق ساني يكون نشرطوا ويخرجك هكا عليهم ويدير لك دارك ترجعي ولا لا لا قتلوا ايه ولا خرجوا ماما دخلت هكا عندي قلت راسي ميكلا بعد هذا الشي قاع وقلت نرجع امسحتي لي فمي وماش يغي هاكذا بك امسحتي بالنشر روحي روحي مر الجايكية يقطعك وما تجيش عندي تشكيلي يا وكا ماما قال نشرطوا ويخرجني من دارهم يعني عادي قتلي الجايحة هذكم مليها يعيو يرجع عندهم وانتي يا في ميزك هذوك رحي يسمحوا لك في وليده هما ويخلوك تديه ولا غياء ويديك لطرف الدنيا ما يخلوك تتهني معه وهو وشهي وشفية عليها مليح مليح خرجت وخليتني عاقليح بس انا ما عرفتش على من اندي وراي مني شكون اللي وراي مني شكون اللي نطبقه بس الحاجة الوحيدة اللي متأكدة منها هي كنا طلقنا اليوم حمد الله يا ربك ما اتطلقتش منه وبعد ما سمعت بابا يهدر مع الشيخي وهذاك يقول وراه يقول ما اتطلقش حسيت روحي رجعت لي الروح جاء وخاوتي قاعد لمو كل واحد يلغي بوحده في هذا النهار خاوتي كم اللغات العلم هذروا بها واحد يقول بابا ما ترجع هلوش وموكش ما تتعود فيها وواحد يقول تشرت دارها وحدها ولا قبل ما يخرجها وكل ما يرجعها ولا قبل يرجع من نينجا ويطلقها ذراع عليه كل ما نفوت عليها نسمحهم حايرين ومرة مرة يسقصوني هكا اذا شرطوا الدار نرجع ونقولهم ايه اخر شي يتفاهمون يرجعوني ويشرطوا خرجوني من دارهم كامل وصح للشي قاعدة مع ماما سمعنا الحرسها كبر طموبيلات قارة وعند الباب طليت نلقاهم هما زوج طموبيلات ورا بعضهم خرجوا وعما متع المرة اللي فاتت وشيخي معاهم وثلاثة رجال كبارة معرفتهم ليس كون واحد منهم يبن ايمام ولا شيخ جامع خاطر انسان كبير ويحيتوا بيضاء وكبيرة ودير تقية هكا وهذا سبحتوا بين زوابعه هاي اتوه شيخ جامع خرجوا خاوتي دخلوهم بقيت نانطن من تاقة شوي هكا ودخل عدنا اخويا هذا قال ماما هاتي القهوة نديلهم مدتلو البلاد داها وبقى يتخنزروا هكا فيها دلتلوونا وشنو قالي وقلا راح تكمليها هكا ذوكا كل شهر نديلو قاعدة قهوة مع اخوة اخوة وامامو في وصلنا الشيخ سكتنا راح يستغفر نسمع في هذا الشيخ يقدروا يقول الخاوتي طلاقهم باطل وما وقعش لانه كان في قمة الغضب والزعف ومشي في وعيه وما يتحسبش ودار هكا بزاف على الحالة اللي وقع في طلاق فيها طلاق والحالة اللي ما يوقعش فيها طلاق وبقى يشرح لهم بعد ما بدوا يتفاهموا على رجوعي هدار بابا قالوا تخرجها على داركم ترجع ما تخرجهاش الله يسهل عليك وكل ما في طريقه هكا نسمع هذا قالوا سهل قالوا كيفه قالوا اللي رايتوا هي انديروا لها بابا قالوا ملاكي تفرق عليهم وتوجد دارك اروح ارجحها وهذا قبل ما قال ماشي مشكلة زادوا شوية وخارجوا هكا بعد ما تفاهموا يرجعوني وشارطوا عليها الدار وقبل ما يخرجني سكتهم قاع ماما وخياتي خياني وقبل ما زادوا شادروا وقاع بعد ما راحوا لاشية عايتت لي زاهية سلفتي اول مرة عايتني عرفتها كينا حاجة هذا زاد قالوا قتلي يا بنتي ويجدرتي فينا قلت لها ويجدرت قتلي صح راح يخرجك بدارك قتلي العجوز هبلت وطاحت وتغاشيت ودوها للسبيتر منتخل الشيخ وقالها يرجعوها ويخرجها بدارها وحدها طاحت مسمى الله اسم الله يا ربي قتلها وهي لها الطيح قتلي عزيزها هذاك وحنونها قتلي دتيهولها ماذا أحبتي هذا الدير لا أعجبني ماذا كلام هنا بالصح سعب تابعها تحكي لي ماذا دير في غيابي قتلي العجوز النهار اللي تخل عليها شيخي وقالها طلقها في الليل طلعت عنده الفق تقول له نروح نخطب لك وحدها نعرفها وهذك النار نوض الحرب معها وقالها وش من خطبة ومرتية كفات حوسين دير معها قتله ويكرك طلقتها ومن هذه شعلت بيناتهم بعدها خرجوا ما بيتش في الدار خلاص هذي كل يومين وانت يا تحلفوا فيت حتى شبعوا شريفة تقول تصبر علي يا برك يرجعها ونأكلها بسنانة قتلها يسمى من قبل معول يرجعني فرحتني زيدي كملي قتلي واليوم ما ما نحكيش أحسن يعجوز ذكارها في السبيطر والشيخ كل دقيقة متقابضة مع عراجك ويقولوا لي قولوها لك تقول حاضر واللي رايدتها نديروها لها يمشوا فيك ويشرطو عليك كما يبغوا هما واللي يشوفك هاكيك يقول لك غير هي مرة في الدنيا هذي ويقولوا لي هما قالوا لي قالوا لي قالوا لي ويسكت وخرج وخلاهم بس حتى ترجع بقى ثاني هاك عقابه كامل ولا قالوا هم خرجها بدارها وحدها من رزقي ثاني واحد ميساني واحد ميسال فيا سكتهم قاع قتلي قولي لي برك وينت سيبي راجل يديلي عليك هاكذا غرقوا لي لي والله غيوتو فيك يا يجب دوك ولا ويقولوا له طفلة صغيرة وتمشي فيك كما تحب يعود يترعد وحده وحده وكان يصيب واحد مي يجب دك وليها دار عليك يقول الدار ما يقعدش فيها بقيت تحكي لي عليهم هكا ومرات التقسينية كلمة هكا ما تدهيش من عندي شوية هكا وكوبيت من جهه فرحت ماشي بيدي القلب يحوي صغير عليه هو ومن حسش بالحياة غيره معه كنت طلقني بالاكرانية هبلت الضكا من جهه خفت منه خاطر قليت خلصي حق غلطتك كامل اوه لا عرفه ما يهدرش هو خلاص وصح خلصت كل واحده بحقه وزياده زلت 15 يوم في دارنا في هذه 15 يوم ريحت نفسيا جسديا عقليا ماما لحد الان ما هوش عاجب هالحال بصح خياتي عادي بالعكس قالوا لي ارجعي مدام بدارك حتى تتطلقي وتخرج وتخرج بحيدك كامل وتتطلقي اعرفي كيف هتعيشي معاه برك وش بديه ليك مدام ما يحبك وشارك هو منهار خرج من دارنا ما زيتش اسمعت صوته ولا نهار عايت وهذا الشي خوفني عرفته زحفين مني وراح نعاني معاه حتى انا ما درت حتى حاجة خليته على راحته في النهاية ما كانش اللي نظرت قدي وانا اللي من حقي نزف واكيد ما رحش نحاوله اليوم الصباح سونا التليفوني لقيته هو الزيت بيدو المقدمة العشي يجي ندك ونلقك وجدة وكوبا رحت نقلت الماما قتلي وكوبا راحتك قالت البابا العشي يجي رجحها وكوبا رجحتك اخويا كانت تعدنا دخلت عندي قلتني انهز في حواجي قلتلي محاولة ترجعي هكذا قلتلي كيف هكذا قلتلي روحي للصالو قصقصية وعد لي شعرك ديري نتوايج دوبو ماكياج خدمي شعرك الله الله ما ترجعيش هكذا قلتلي صحة قلتلي ها والله من نجي نلقك غابنا روحك غلب كو النواح المهم تريحي انتيا نفسيا ومنها هو تدهشي باللوكش ديك تخضي راية والله ما لطيشي لك الهم وجب ديراج لك عندك انتيا قاع وشفتي من الدنيا هذي ركية تصدي وتعاودي قلتلي عليها انا غرضية قلتلي ماشي غرضك ما عليش المهم انتيا ضوقة روحي للكوافر قلها تعاود لك من كل دي جا انا نجي معك انا ثاني خاصني تريد لي قليلا سقطتها كاشفت معها تشعل شعيل فالحق ما خصها وانا بصحية مهووسة بروحها عمرها متهمة الروحها سألوا عليها انا و هذا الى يمات رجعت كل غولة خرجت معها من عند اخوية دراهم وتخنى وهذه غير قدامنا في الكارتيت اخوية 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 لا تبقى ونطير لا احب لا اعرف كيف سيكون ويستقبلي سمعت تبطيب في الباب خرج بابا ودخله وانا ننبس في حجابي نسمعهم يهضر و بابا يوصي ويعود وهذا سيكت اخوية اخوية الكبيرة لا تبقى معه وتخسروا وفي الهاضرة لا تبقى ولم تبقى معه ويجلبوا بابا بالصيف واستسمحوا من بعضهم هذا قاع وانا لابسة يجيبي ونستنى تبقى بابا هيا تخرج سلمت على ماما حظنتها سامحيني بكيت وخرجت معه لقيت ووقفه وعلى الباب لم يكن يقدر مع أخي رأيت طاحت عيني في عينه واحد الهدوء واحد البرود في ملامحه عجيب ويخوف جاهز الكابة التاعي وفتح الباب سلمت على بابا وخاوتي واركبت معه دي مارا شاعل ويسوق ومرة مرة 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 الدخول لم يكن سمعت منه خوفته صراحة مت هدوء يقتني نصف ساحة وصلنا بلدية غير ماشي تاعنا ماشي بعيدة بزا فعلينا تخلنا هكا كارتي البيوت كلهم مستفين قدم بعضاهم قانا قدم باب هكا من هذوك البيبين من شوفته فتح الباب ونزل نزلته وراه هنية دار صغيرة وسحتها نظيفة جاي على الطريق وفي نص زوج ديور بابها تاع حديد ويبين من داخل واحد تاع حطب افتحتها الحديد جبدو وزيت تاع الحطب هذك طبعو للداخل وده اللي بيدو فوتي شفت معاها نلقى روفي فمه ويضخن صغر هكا ثم هكا حبيت انقلوا ديني لدانا وبطلت مني رجاعش عندك حكمني الرعب منه ونايا غير يفتح لي هكا قبلني كولور وكنت ورطة الكوزينة جاي بلا باب مفتوحة على الكولور ومقابلتها اصلوا فيها طابلتها ربعة بكراسة وليفوتي دائرين عليها وميداتها احتبو زوجي صغيرونا هكا في الوسط ليفوتي ادخل هذه الكابة التاعي دخلها الشمبرة في اخر الكولور وقل الشمبرة التاعنا رحتنا وراح لقيتو حطا وراح للخزانة اني حفي حواجو الشمبرة هذه ضيقة شوية عكس التاعي القديمة واسعة ومسرحة يعني هاي لها الاخرى جاي كل يشغلسق في بعضها السرير والليطابل دين والخزانة بيناتهم مساحة والقشة والموبيليات هكا وقاع نفسه القديم من غير المراوات مبدلين ماشية التاعي القديم هز حواجي هكا واخرش فات عليك الخيال تقول ما راش يشوف فيها راح تخلى الدوش وقيلة خاطر سمعت الحز الماء انا بقيت متصمرة في بلاستي ونشوف قلت زعفين مني ذوكا يرجعنا حيث هكا حواجي وحيجابي كنت لابسة لغوبة خطيفة خفيفة احكمت شاعري هكا ورحت ندور في الدار مكنش الشمبرة بزيب غير التاعنا وشمبرة بقابلتها في شوية هكا شوية فراشات التاعي وصانو الكوزينة ودبارة صغيرة جاءة في الاخر ومقابلة الباب بتاع بره شوية هكا وسبعته اخرج من الدوش زربت اخرجتنا من الكوزينة لابسة وفوطة على رقبته يمسح في شاعره وزد فتا عليها وتخلى شمبرة وتقول طرنسبار وانا قدامه ادخلته قلت انا مبادر خير نعضر معاه ويفهم يعني شو يدير هكذا ادخلتها وانا قدامه خائفة منه خلاص وانا قدامه وانا قدامه وانا قدامه لاشنبر لم يشعر كيف تخبطه بيدو تخبط بيدو تغلق بيدو بيدو وانا قدامه صوتك واذا بيدو هو كيف تلقى وشيه هكا؟ طبعني و يمسح في شاعره و يتخذ ظرفيه يماما قلب يحبس خرجت من عنده نظرو في الحيطان وشبيه هذا؟